30 معلومة لم تكن تعرفها من قبل اليوم سنعرض عليكم بعض المعلومات التي لم تكن تعرفها من قبل هذه المعلومات ستزيد من ثراء ذهنك وتجعلك تتعرف على أشياء كثيرة لم تكن تعرفها هل أنت مستعد للتعرف على هذه المعلومات؟ هيا بنا نبدأ متلازمة إهليرز دينلوس تعتبر واحدة من المتلازمات الغريبة للغاية هذه المتلازمة يشكو منها المريض حينما يكون لديه جلد زائد من الممكن أن يمتد لمسافة بعيدة هذه الحالة غير مصاب بها الكثير لكنها تبث الروب في قلوب كل من يرى المرضى المصابون بها ما تراه أمامك في هذه الصورة عبارة عن العبوات التي كان يستخدمها الأطفال وهم صغار قبل ميلاد المسيح بـ 1200 سنة وحينما اكتشفها العلماء أصابتهم الدهشة والغريب أنهم وجدوا لابنا داخل هذه العبوات هذه الصورة هي صورة لجبل جالدي الذي تسبب في انهيار وغرق سفينة التايتانيك وتم التقاط هذه الصورة في صباح اليوم التالي من عمليات الغرق من خلال بعض فرق الإنقاذ التي ذهبت إلى إنقاذ الغارقين تعتبر الحرباء التي تعيش في مدغشقر واحدة من الحيوانات الصغيرة للغاية وهذه الصورة توضح مدى الصغر الذي يتمتع به هذا الحيوان مقارنة بباقي الفصائل التي نعرفها بهذه الطريقة يتم سني وبري أقلام الرصاص في المصانع قبل أن يتم بيعها في المتاجر والأسواق حيث يتم استخدام هذه الآلات عبر تحرك الأقلام على هذا السطح الحاد ما يجعلها تسن متصبح جاهزة للاستخدام هل تعلم أن بعض الحلوات تجعلك قادرا على التخلص من بعض التشنجات التي تحدث في العضلات؟ هذه الحلوات تحتوي على أطعمة حدة وقوية تعمل على تنشيط العديد من الخلايا العصبية الموجودة داخل الفم وهذا ما يؤدي إلى تنشيط الخلايا العصبية التي تعمل على تهديئة العضلات ومن ثم تمكنك من تفكيك هذه التشنجات التي تسبب لك آلاما مزعجة في عام 2020 ذكرت مؤسسة شركة توم أنجيري أنه قد مر على تاريخ بدايتهم ثمانين عاما ولهذا نجد أن أحد المتاحف تمكنت من أن تقوم بعمل تمثيل بكل الحوادث التي تعرض لها توم في مشاجراته مع جيري هذه الصورة التي تراها تعتبر من أول الصور التي تم التقاطها لأول شخص في العالم تمكن من أن يزبح في الفضاء تاركا السفنة الخاصة به دون مفر وهي تعني أنه من الممكن أن يتعرض للسباحة في الفضاء طوال حياته دون أن يتمكن من الاستقرار مرة أخرى على سطح كوكب الأرض تمكنت شركة نيكو الويديان من إنتاج حلقة واحدة صغيرة لمدة دقيقة من حلقات سبونج بوب لكنها لم تحقق شهر واسعة ولم يعرفها الكثير بهذه الطريقة يتم تجهيز السيوف التي يستخدمها الناس في الحروب حيث أنهم يعرضونها لدرجة حرارة مرتفعة حتى يتم تشكيل الحديد ومن ثم يوضع في هذه المياه حتى يبرد ويتصلب وبعدها يصبح جاهزا للاستخدام هل تعلم أن محارب الساموراي كانوا قديما يجلسون لقضاء حاجتهم في البيت في المرحاض بهذه الطريقة هم كانوا يضعون قدما فوق قدم ويخرجون أحد الأقدام من البنطال والسبب في ذلك أنه لو تعرض أحدهم للهجوم يكون قادرا على الركض وحمل سيفه بسرعة ليتصدى لمن يحاول الهجوم عليه لهذا نرى أن زيهم وبناطيلهم كانت واسعة للغاية ما تعرفه عن الثقب الأسود خاطئ الجميع يظن أن هذه الصورة هي تعبر عن الثقب الأسود حيث أنه يبتلع الضوء لكن في الحقيقة إنه لا يحدث بهذه الطريقة هذه الصورة توضح ما تظنه وكالة ناس الفضائية عن الثقب الأسود في عام 1999 تمكنت شركة كارتون نيتورك وسكوبي دو من عام النسخة كارتونية ساخرة من فيلم ساحرة بلير بهذه الطريقة يتمكن العلماء من صناعة القوالب المعدنية التي من خلالها يتم عمل أشكال في البسكويت والمقارمشات حيث أن هذه الآلات المعدنية تقوم بدغط هذا الشكل لك تجعله يأخذ شكل الطفل أو شكل القلب أو أي قالب يستخدم في طهو البسكويت الكثير من مصمم الألعاب الحديثة تمكنوا من القيام بعمل أشياء وحركات غريبة للغاية حتى يتمكنوا من التماشي مع عقول المستهلكين ونرى هذا في هذا الفيديو من المؤكد أنك قمت بتناول قطعة من الفكهة وتركتها في الهواء الطلق ومن ثم لاحظت أنها أصبحت غامقة عما كانت عليه من قبل السبب في ذلك أنها تحتوي على كمية من الحديد وهذا الحديد يعمل على الأكسدة حينما يتعرض إلى الأكسوجين لكي يتمكن من حماية هذه الفكهة من البكتيريا الضارة التي من الممكن أن تجعلها غير صالحة للطعام هذه الصورة توضح لنا الخطوط التليفونية في مدينة منهات في نيويورك في عام 1887 استمرت على هذا الشكل لمدة سبع عوام حتى جاء إعصار في عام 1894 أدى إلى تدمير هذه الخطوط ومن ثم جاءت في بالهم الفكرة أن يقوموا بعمل هذه الخطوط أسفل سطح الأرض هذا الحيوان يعتبر أصغر مهر على الإطلاق يصل وزنه إلى 26 كيلو جرام وطوله يصل إلى قرابة 43 سم فقط ما يجعله واحدا من الحيوانات اللطيفة التي نالت دهشة وإعجاب الكثير من الناس هل تعلم أنه من بين كل أعلام دول العالم يوجد علمين فقط يحتوي على لون الموف؟ يتضح ذلك في علم دولة الدومينيك ويتضح ذلك أيضا في هذا الجزء الصغير في علم دولة نيكاراغوا هل كنت تعلم هذه المعلومة من قبل؟ أخبرني في التعليقات هل تعلم أنه تم عمل تحدي عبارة عن صورة تم التقتها للقطة ومن ثم تم وضع هذه الصورة على الحسوب ثم قاموا بوضع القطة تنظر إلى هذه القطة التي توجد على الحسوب ومن ثم طلبوا من كل شخص أن يضع القط الخاص به أمام هذه الصورة بعدها يتم وضع الصورة على الحسوب حتى أصبح الآن معهم أكثر من 1823 قطة في صورة واحدة يعتبر المحيط الهادئ الذي يشغل مساحة كبيرة جدا أكبر من كثافة اليابسة التي توجد على كوكب الأرض كما أنه عميق للغاية فلو قمت بالحفر داخل هذا المحيط ستتمكن من الوصول إلى اليابسة بعد مرور مدة زمنية طويلة ما يعني أنه عميق للغاية يعتبر هذا الحيوان المائي الذي تراه في هذا الفيديو وحدا من الكائنات البحرية التي تعيش على تناول بقايا الكائنات الحية الأخرى وأحيانا تقوم بتنظيفهم هذا الضوء الذي تراه بعيدا بالفضاء وتظن أنه نجمة كبيرة هو ليس كذلك بل عبارة عن نجمتين يدوران حول بعضهم البعض ما يجعلك تراهم بهذا الشكل نتيجة لبعدهم الكبير عنك والآن ما هي أكثر معلومة لدهشتك في هذا الفيديو أخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء